تصل المعارك من طريق ويغادرونهم من طريق آخر معاكس لا يعلمون إلى أين المسير ولا بأي أرض سيستقر بهم الحال لكن معركة الإبقاء على الحياة تجبرهم على الرحيل هكذا نحو المجهول فالمعارك في الحجور مستمرة والقبائل هناك وبدون دعم من الحكومة الشرعية أو التحالف تقاتل وحيدة فيما تتذهور الحالة الإنسانية لأبناء المنطقة الذين توشك الميليشيا أن تطبق عليهم حصارا خانقا من جميع الاتجاهات خلال اليومين الماضيين افتتحت الميليشيا جبهتين جديدتين في محاولة لاقتحام مديرية من جهة مديرية أفلح الشاب في الجنوب ومن عاهم في الشمال على مقربة من مواقع الجيش الذي لم يحرك ساكنا حتى الآن فشلت كل محاولات ميليشيا الحثي في اقتحام المنطقة جراء المقاومة العنيفة وكالعادة بعد كل فشل لها على الأرض ترجاء الميليشيا للقصف العشوائي لمنازل المواطني هذه المرة قصفت مدفعيا جبل وكل وقورا سكانية عدة ما أدى إلى استشهاد امرأة يقول المواطنون إن جرح القصف والمواجهات المستمرة منذ نحو اسبوعين لا يجدون أماكن لتلقي الرعاية الطبية ولا العلاج المناسب وهما يزيد من كلفة الحرب وخطرها على المدنيين في المنطقة السلطة الشرعية التي لم تقدم حتى الآن أي دعم عسكري للمقاومة الشعبية في حجور لا تزال عاجزة أيضا عن توفير ما يحتاجه المدنيون هناك من علاجات واكتفت بتوجيه دعواتها للأمم المتحدة لإنقاذ المدنيين في كشر وكأن الأمم المتحدة لها سوابق إنقاذ في مناطقها أخرى